كابتان احمد فاكرا انا في اللقاءات سابقك وتتكلم معي على مارس الكورا لانه لسه برضو انت مش عاجبك اول شغل او عندك بعض التحفزات في الشغل بتاع مارس الكورا الان تقدر تقولي ان مارس الكورا مدرب كبير انا قلت لك ساعتها كلامك عن واضح قلت لك انت ادارة الاهلي بالقايم المدرب بالبطولات انت داخل خمس بطولات كسبتك عن بطولة صحيح اول حد الوقت كده 100% 100% خلاص هو الدوري خلاص شي بحسن خلاص فانا قدروا لك لاتين هو مدرب كويس ان هو حق الترجل بتاعه بس كابتان احمد انا يعني معلش انا بكادل لقتي مع كابتن النادي الاهلي اسمي كبير وتاريخي في النادي الاهلي كابتان احمد السيد انت اكيد برضو هم تيجي تقايم لو انت عاد في لجنة فنية للنادي الاهلي بتقايم سيبك من الجماهير الجماهير هيقولك انا عايز بطولة مش دعو بقى تلع حيرو لا بس انت كتقييمك فنية لمرس الكورا تقييم جيد ولا لا ممكن تقول لي ايه هو آه ناجح جدا ويكمل مع النادي الاهلي بس انا مش عاجبني فنيا عن لفني من أفني ما هي قاربة عند الناجين من أهل الجزين بعد الناجين مع الذهب بعد الناجين مع أن تُعط مرجى بعد الناجين مثلا، المسلمانية يمكن أن تُعط مرجى إ muitos رجالا... وبعد الناجين مع الذهب لناديه مريضًا أن يختيم كل اللاعمية مستوى أحدها ممكن حسين الشحات متعلق المطش ده المطش اللي بعد طلعيه قاعد هو بيخ... انا رأيي ان هو بيخب بالتدريب صح يعني مش بيخب... بتوطير كده قبل كده اه انا حاسس كده هو يعني... انا كان فيه مدرب كابتنهاب جلال كابتنهاب جلال كنت معه في المقصة وكان بيخب بالتدريب يعني ممكن ألعب المطش كويس جدا طول الأسبوع اللي اهو حسين احمد مش في الفورما بتاعته مش في التدريب مركز يقعد احمد واحمد كان جواس ما تشرفين وفيه مدرب خلاص هو يعني مرور جزيه ما كانش ياخد بالتدريب مرور جزيه كان الحضاشر فيه قوام اساسي اه هو فيه قوام اساسي يحصل بقى اصابات يحصل انذارات اقافات اي حاجة تحصل بيغير لكن انا بيحسب له كمان ميستر كولر ان هو هادي على الخط فده انا الهدوء اللي عبدا انا كريم ان المدرب بتاعكي بهدي على الخط فانت انت هادي انت كمان لما بتيجي تقايم هما تجربتين على بعض مرسل كولر وبيتسو موسماني ايه الفرق بين كولر وموسماني موسماء موسماء كولر بيوصل اللعيبة كلها لان هما يحسنوا اللي يبقى اساسي لكن موسماني كان بيهتمد برده ناس معانا وكان بيبدأ يعادي الناس وبرده موسماني عقلية افريكي مش عقلية العقلية بده بتاعت الاجانب غير الافاركا لا بس انهم ده في افاركا دول مكسرين الدنيا في العالم كله بس لا عقلية افريكي لا لو هو متربي من صغر في اوروبا بيبقى هو خلاص خدع الطبعة بتاعتهم لكن هو جاي من جنوب افريكيا فالافاركا عمتا بيبقى داشنج شوها في التعامل هو حتى اللعيبة يعني ممكن انا كان رامي عارف ممكن لعيبة معانا بس ان تيجي تهزر مع افريكي وبتهزر عادي زي ما زلنا معك بيضعص عليك وعايز نضربك زي مين كان عايز نضربك لا ده كتير بس معطول فتاري يعني لا لا اقول لي اقول لي امن عاق رايح ما كالشي بيسكو كالليس حدي بيتكلم معانا نهاردة بيقول لي احمد سهل ما بيسمش حدي افاركا بالزاد بقى مين بقى بسكتوا بكده كلهم هو مش كده بيعملوا امامير اه تلاقي وقفوا قدام المراسة عمالي يصرع الشهر مين يعملوا لا واقفوا قدام المراسة عمالي يصرع الشهر صندية فترة صندية وتشيرنو مين لك انا هيدربك تشيرنو تشيرنو كنت مجنينو تشيرنو اكتر انا كنت مجنينو تشيرنو بقى عارفش يقرأ يعني بيتكلم عارفش يقرأ فكنت بقى عارفش يقرأ لكن هو العقلية بتاعة الافريكي برضو هو مش عارف يتعامل كويس برضو نقلت النادي الاهلي كان بالنسبة له حاجة كبيرة فبدأ يعادي لعابة كتير بدأ لعابة كتير مستائق يعني هو كولر دلوقتي غلط غلطة بس هو عارف هتدركها يتعامل ملعبته كويس بدأ محمد شريف قالك انا مش بدأ يلعب بدأ بيرستاوي يرجع تاني زي ما كابتون رامي قال بدأ يرجع تاني بعد ما كان هيطلع عارف بدأ يفوقوا تاني فدي تحسب له ان هو واحد زي حسين الشحاد ان هو يوظفه في الوينج ليفت ده واحسين عمر ما لعبها يعني حسين كلنا طول عمرنا بنشوف يا حسين يا باك رايت يا هف رايت صح يوظفه في الحتة دي ويلعب حسين كويس ويبقى مفتاح لاب بتاعك تابع حاجة انا حساب له طبعا